موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر حيث نواصل الاستماع إلى شاهدات الأستاذ شفيق الحوت أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية وممثلها في لبنان أستاذ شفيق مرحبا بك مرحبا بكم الفترة بين العام 1948 والعام 1965 فترة الوجود الفلسطيني في الشتات بعد العزيمة تحدثنا عنها في الفترة الماضية لكن في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات بدأت تتشكل بعض الفصائل الفلسطينية بشكل بارز مثل حركة القومين العرب حركة فتح جبهة التحرير الوطني الفلسطيني وتنظيمات أخرى كثيرة ظهرت على الساحة فيما بعد وصلت في بعض التقديرات إلى حوالي 17 تنظيم تقريبا أبو إياد في كتابه صلاح خلف فلسطيني بلهوية الذي أعده إيريك ليرو يقول أن الأشهر الأولى من 1957 كان ياسر عرفات خليل الوزير أبو جهات فرغو القدومي كانوا يعملوا في الكويت محمد يوسف النجار وكمان عدوان وأبو مازن كانوا يعملوا في قطر وأبو إياد كان في غزة ويقول أن الاجتماعات الأولى لفتح بدأت 59 في الكويت إلا أن يزيد صايغ في كتابه الكفاح المسلح والبحث عن دولة يقول أن أسست حركة فتح فعليا في مايو 1964 أنت التقيت مع أبو جهات وأبو عمار للمرة الأولى في العام 1961 صحيح كيف كان لقاءك مع ياسر عرفات ومع أبو جهات خليل الوزير لابد من مقدمة وصولا إلى الإجابة إلى هذا السؤال علينا أن نتذكر أن الموضوع الذي سنبحث به الآن يعود بنا إلى 50 سنة إلى الوراء 50 سنة إلى الوراء يعني 48 يعني 48 عفوا 52 52 سنة والخمسينات والستينات من هذا القرن أعتبرهما من أهم العقود في حياة الأمة العربية وربما هنا لهم أن يعتقد أن الستينات كانت حقبة عالمية متميزة في المعنى الثوري والتغييري الذي كان سمة العالم إلى حد كبير في تلك الفترة ففي الخمسينات في أوائل الخمسينات بدأ الشتات الفلسطيني يبحث عن سبيل لقيادة حياته الجديدة نعم ويبحث عن طريق العودة إلى الوطن المقتصب مؤخرا قبل سنة أو سنتين يعني في عام 1948 لم يتمكن الشعب الفلسطيني في السنوات العشر الأولى أن يحقق هذا الأذف لأسباب موضوعية تتعلق بوضع النفسي بوضع الاقتصادي بوضع المعيشي فقضى هذه الفترة يلملم شمله هنا وهناك ويؤقلم حياته الجديدة في هذه الفترة بالذات في الخمسينات كما نعلم وصرف القول أنه حدثت ردود فعل عربي انقلابات متعددة ولكن أهم ما حدث في الخمسينات على المستوى العربي كان ثورة 23 عام 1952 وأعتقد أن هذه الثورة بالذات التي بدأت كانقلاب عسكري وانتهت كما نعرف جميعا إلى ثورة وتجاوزت حدودها الإقليمية بتأثيراتها وتدعايتها إلى مستوى الوطن العربي الكبير ومما في ذلك القطاع الفلسطيني أو القضية الفلسطينية من الصعب أن ننكر أن هذه الحقبة 52 فصاعدا أو زي شئت التحديد من 56 فصاعدا العمل الفلسطيني توجه بفعل هذه الثورة إلى المزيد من التيار القومي فلسطين ليست بعيدة عن التيار القومي العربي في حياتها بأسرها قبل النكبة واستمرت بعد ذلك ولكن مع ثورة يوليو ازداد الأمل الفلسطيني بأن التيار القومي هو الكفيل بالوصول بنا إلى تحرير فلسطين وكان الشعار المعروف آنئذن والشائع طريق الوحدة طريق العودة ثم للأسف أن هذه التجربة الوحدوية فشلت وحدثت وحدثت الانفصال في سنة 1961 وكانت هذه النكسة القومية هي الأخرى حدث له تداعياته وتأثيراته على الساحة الفلسطينية حيث بدأ الشعب الفلسطيني أو طلائع الشعب الفلسطيني تتحسس ضرورة إعادة الروح الوطنية للشخصية الفلسطينية يعني ما تهدم المؤسسات قومية وحزبية في فلسطين بدأ التفكير بأنه لابد من إعادة الاعتبار للشخصية الوطنية الفلسطينية في إطار التيار القومي العربي بمعنى آخر شبابنا الفلسطيني الذي كان قد تجند في العديد من الأحزاب العربية المعاصرة في ذلك الحين بدأت تتجه من مختلف الأحزاب إلى تجمعات فلسطينية تبحث في ضرورة العمل على جعل القضية الفلسطينية أولوية في مشروع من السياسة عن أي مشروع آخر اسمح لي هنا في اختلاف شديد مع ما تطرح مع ظل عبد الناصر طوال فترة الخمسينيات وإلى بداية الستينيات يرفض أي عملية صدام مع إسرائيل و في أربعة وخمسين في تبادل رسائل تم بين عبد الناصر وبين رئيس حكومة إسرائيل مسى شريط في ذلك الوقت في بعد اتنين وخمسين لم يتحدث لم يتحدث جمال عبد الناصر مطلقا عن قضية إسرائيل وحرب ستة وخمسين لها ظروفها المتعلقة بعملية التأمين و في سنة تلاتة وستين عبد الناصر قال في خطاب علني إن مصر غير قادلة على محاربة إسرائيل وكان دايما عبد الناصر اللي هو بيمثل ذروة الماد القومي كان يتحدث عن إن ما فيش مواجهة ما فيش قدرة على مواجهة إسرائيل ما فيش حرب مع إسرائيل وهذا كان الشقيري وكانوا أعضاء المنظمة بعد ذلك كانوا بيطلبون عبد الناصر أن يغير هذا الخطاب لأن ده بيبقى له تأثير سلبي على جموع الشعب الفلسطيني وهجيلك لمؤتمر قيمة 68 اللي انت حضرته 67 اللي انت حضرته في الخرطوم وكان فيه معاني كثيرة من هذا الخطاب فمن هنا الماد القومي المفروض أو حركة القوميين العرب اللي كان عبد الناصر مرجعيتها الأساسية لم تتوجه مطلقا إلا أن يكون لها فصيل خاص بفلسطين إلا في بداية الستينيات اللي هو شكله جورج حباش ودي حداد بعد ذلك لكن في هذه الفترة الماد القومي ما كانش بيتكلم على إسرائيل خالص ده كان عبد الناصر بيسعى لعمل انقلابات مرة عن ملك حسين على السوريين قواته في اليمن الملك سعود صراعات كلها عربية عربية لم تكن إسرائيل مطلقا في الحسبان في ذلك الوقت تعليق على هذا الكلام أولا كانت حكمة من عبد الناصر وجرأة وصراحة أن يعلم هذا الموقف لأنه في واقع الأمر لم يكن لا باستطاعة مصر ولا أية دولة عربية في الخمسينات أن تجابها إسرائيل وأنت بتكلم مع 52 يعني لسه عبد الناصر لا أنا بكلمك في 63 كمان جيد 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 وهنا إذا راجعنا أدبيات تلك المرحلة كان هناك تائما طبعا فريقين فريق يدعو إلى المجابة السريعة والمباشرة والفورية وفريق يدعو لبناء القوات والقدرات العربية وتنمي الشروط والظروف التي تكفل تحقيق نجاح في المعركة قل ده فين ده كان إمتى أصلا وكل القضية هي قضية ترتيب انقلابات وصراعات داخلية عربي عربي هذا هذه إحدى الرؤى أنا مثلا مثلا أنت تعتقد أن التدخل في اليمن شيء سيء وبعيد عن قضية فلسطين أنا بعتقد أنه يصوب في صلب المصلحة القومية وفي صلب المصلحة الفلسطينية هل كانت إسرائيل المفروض هي الأولى اللي بتوجه للقوات المصرية ولا كانت توجه ضد قوات عربية أخرى أما عبد الناصر يطلع لنا مش قادر قاتل إسرائيل وعنده سبعين ألف بيقتله في اليمن لا هما لما كان يعني عبد الناصر كان في صدد أو في مواكبة عملية التغيير العربية التي كانت تتمنها جماهير الأمة العربية يعني إذا قارننا اليوم عمليا يا أستاذ شف قويل لي بالك عمليا ما اللذي قويل لي بالك إذا قررنا اليوم بالأمس اليوم اليوم ونحن نتحدث الآن هذا وجهة ناصر كمان أخرى قابل لأ بشكلة ناصر ده واقع الناس عايشة لا 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 إفرازات تاريخ عبد الناصر حكم 18 سنة صاروا 30 سنة 16 بس 16 سنة يعني مش عزين محمد نجيب كمان نمسحه زي اللي مش أصدي يعني بالعكس بنحمله مسؤولية زي اللي عبد الناصر لكن عبد الناصر حكم 16 سنة صاروا 130 سنة هنا لحكام عرب عاشروا عبد الناصر وما زالوا ولا نحملهم مسؤولية مجرى في الأمة العربية يعني ما زال عبد الناصر يتحمل وقد توفي في السبعين من السبعين احنا الآن 2002 خمسة من أول عبد الناصر لأن التاريخ له إفرازاته على رأسك وحنما يأتي حاكم في فترة تاريخية معينة لأنه يكون أمامه فرصة للبناء ثم يتجه إلى الهدم فعملية الهدم هذه بيبقالها تأثير لعدة عقود ولأجيال المتعاقبة الناس الآن بتجني هذا أنا بأعتقل هذا إفرازات من الواقع مما صنعها في الخمسينات والستين أنا بأعتقل أنا بأعتقل أنه مصر لو لا ثورة عبد الناصر لما كانت في حالها من التقدم اليوم بالعكس كثيرون يقولون لو كانت مصر استمرت بالبناء الذي بنام محمد علي كانت مصر اليوم أصبحت من أكثر الدول الديمقراطية وارتقاءا ونموا في العالم كل سيبقى هذا السجال عبر التاريخ بينما يسمى القوى المحافظة الليبرالية الرأسمالية وقوى التغيير الرغبة في مكافحة الأنظمة الرأسمالية العاتية ومكافحة الاستعمار البريطاني في ذلك الحين والأمريكي فيما بعد يعني هلأ هلأ حتقول لي أي مكافحة حتقول لي كان تحت الطاولة حاجات تانية بالتم لو كان يطلع عبد الناصر يخط بيشتم في الإمبريالية وأمريكا بتدينه مساعدات من تحت الطاولة وبنى برج القاهرة وبنى برج القاهرة بأموال الأمريكان 3 مليون دولة ما حطهاش في جيبه يعني أنا ما بقولش أنا مش في قضية جيبه ما بتكلمش أنا بتكلم الآن عن إفرازات شعب لكن هل هل صحيح ما جنته أمة هل أنت تعتقد إذا قررنا عبد الناصر في عهده أنا برضو ما بقولكش معتقداتي الخاصة أنا أعبر عن الرأي أنا أعبر عن الرأي الخاص وأرد على هذا وقد قضيت العمر في الرد عليه يعني إذا أردت أن تكون منصفا تقارن على الأقل عبد الناصر بزملاء في تلك الفترة ومستعدة أجيبهم يعني دولة 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 وأقارن يعني اليمن اللي نتحدث عنه يعني باستنكار هذا القطر العربي الهام كان يغلق أبواب صنعاء الساعة السادسة مساء من لم يدخل صنعاء بالسادسة ساعة الغروب كان يناموا في البرية معرضاً أن تأكلوا يا أستاذ شفيق حينما يتم التحدث مصر لها ثقالها طبعا عشان هيك كبير في العالم عشان هي منقدر مصر دايماً من يتحمل الثقل ومن له الضور في التأثير بتكون المسؤولية عليها أنا الآن عشان ما أخرجش من الموضوع أنا في إطار القضية الفلسطينية وبركز على نقطة هامة أكدتها مصادر كتيرة من اللي أنا غرآن فيها بقالي أسابيع بقرأ فيها نعم هو أن الفترة فترة الخمسينيات وبداية الستينيات حتى مؤتمر القمة سنة 64 لم تكن القضية الفلسطينية لها أي أولوية لدى عبد الناصر بالعكس رصد يزيد صايغ كثير من عمليات القبض التي تمت لفدائيين من القوات المصرية من خلال العمليات اللي بدأوا يعمل وحركة فتح لما أطلقت أول رصاصة لها بعد كده أجهد أجهدت بعض العمليات اللي عملتها من خلال الأمن المصرية اللي هي خاصة بعبد الناصر والتهم بأنهم إخوان مسلمين وأنهم مقربين وأنهم على علاقة بالإمبريالية وعلى علاقة بأمريكا وهذه الأشياء فهنا القضية الفلسطينية ولدت من قلب الفلسطينيين الفلسطينيين أنفسهم هم الذين صنعوا قضيتهم في نهاية الستينات وبدال الخمسينات وليس هناك فضل لقطر عربي واحد في هذا الموضوع ده اللي أنا خلصت به من خلال ما وضعت مصادر التاريخ المختلفة أمامي على الطاولة أنت كراجل صانع تاريخ نعم شاركت في صناعته رأيك إيه في هذا الكلام؟ رأيي أن هذا كلام مغرب ولا أريد يعني أن أذكر أنت ذكرت مصدر مصدر يزيد صايد أنا قرأت هذا الكتاب على سبيل المثال يزيد صايد مجابش حاجة من عنده على سبيل المثال أنا عايشت هذا الكتاب وسئلت من ضمن الذين سئلوه عندما ألف هذا الكتاب وأنا أعتبره أنا مصدرا يعني يؤخذ مئة في المئة وهناك مصادر مختلفة ماكيش حد مئة في المئة لا يعني هناك مصادر أخرى لكن كعملية ترقيح بستعد أعطيك مصادر أخرى ترى وجهة نصر معاكسة ما هو التاريخ يا أخي أحمد سيلكتف يعني انتقائي للأسف يعني مهما حاول المؤرخة أن يكون موضوعيا إلا أنه ينتقي وفق أهوائه ووفق تربيته ووفق منظوري أنا حتى في كتابك أنت عشرون عاما في منظمة التحريف في كتاب أبو إياد نعم في كتب كثيرة من الشخصيات اللي كتبت مذكرتها نعم عبد النصر لم يتعرف على ياسر عرفات إلا في نهاية الستينيات ولا علاقة القوميين العرب علاقة القوميين العرب كانت بعبد النصر كلها أيما في إطار القوميين العربية ولم يتم تأسيس فرع لفلسطين في جبهة القوميين العرب إلا يعني لما بدأت فتحة تظهر وبدأت فتحة يبقى لها تأسير فهم اتجهوا إلى عملية تأسيس فرع لفلسطين حتى هذا واجه صراعات أولا للتاريخ وما يمكن ما لم تطلع عليه أن العمل الفداء الذي سبق ما يسمى بالعمل الفداء الفلسطيني المعروف في المرحلة الأخيرة كان معظمه إن لم يكن كله بقيادة مصرية وقد استشد على الأقل ملحقين عسكريين معروفين رحمهم الله من قبل إسرائيل لمعرفة لإدارتهما العمل الفدائي سواء من الجبهة الأردنية أو من الجبهة جبهة قطاع غزة كان بالخمسينات في الخمسينات يعني لا أذكر الآن الأسماء ولكنهم من الشهداء المعروفين وكانوا يحرقون كانت أيضا تحركات فردية لا تحركات بأمر من الحكومة وكان الملحق العسكريين كانت بتنقى بنفسها عن أن يكون لها أي مواجهة خوفا من أي ضرب إسرائيل هو ما كانش الضرب يا أحمد مقصود في تحرير إسرائيل من تحرير فلسطين من العدو وسط ما حدش من الأول قصد يحرق فلسطين كانت هي محاولة حتى الناس اللي أسسوا منظمة التحرير حتى اللي عمله ما كانش الهدف هو تحرير فلسطين لا بالعكس ليش بالعكس كان موجود من البداية تصور لدولتين لا قضية قضية التحرير منظمة التحرير فلسطيني لا منظمة التحرير فلسطيني في الهدف تحرير فلسطين كامل الترابل وطن فلسطيني 48 ولا سيما 48 أصلا قامت منظمة التحرير الفلسطينية وكانت الضفة الغربية ما زالت في عهدة الملك حسين سأتي معك تفصيلا إلى هذا ولكن الآن أنا أعود لنقطة تأسيس المنظمة لقاءك مع عسر عرفات في سنة 61 إيه أهم مدار فيه وإيه المقدمات وبأي صفة أنت استقبلت عرفات أنا كنت في ذلك الحين أعمل مديرا لمجلة الحوادث وكنت في نفس الوقت من النشطاء الفلسطينيين الذين يحاولون البحث عن إطار تنظيمي لجمع الشباب الفلسطيني وإقامة حركة وطنية فلسطينية كما كان يفعل كثيرون في ذلك كما كان يفعل كثيرون في ذلك لم يكن كثيرون حقيقة كان فيه تنظيمين أو ثلاثة يعني كان فيه الجبهة التي طرحناها نحن كان فيه بسوريا جبهة تحرير فلسطين جبهة تحرير فلسطيني طريق العودة سم لأنه كان فيه جبهة أخرى جاتفى أسمها جبة التحرير الفلسطيني أيوا دي كان بيار أسعى عبد الهب الكالي وخالد اليشرتي كانوا بعثيين لا ما هو دي نفس الجبة اللي أنا أتكلم عنها دي بدأت في بداية الواحد وستين وقبل الانفصال يعني كانت بداية التململ زي ما قلتلك وكان علينا أن نذكر الخمسينات زي ما قلتلك شي مهم أنه كان فيه ثورة عالمية كان فيه يعني أواخرها تحركات توحي للفلسطينيين بضرورة التحرر عبر تيار الوطني كنت أنا وخالد اليشرتي رحمه الله عبد المحسن أبو ميزر هادي في الواحد وستين بعد الانفصال للأسف هذا التجمع اللي كنا نحن نواته انفرط يعني الحزبيين منا ما لقوا أحزابهم في مواقفهم المستقلين كانوا غير معنيين الحزبيين كانوا بعثيين تحديدا تحديدا كانوا بعثيين كان فيه بعض القومية العرب كذلك ثم النواة المستقلة اللي هي من سمير عزام ومني ومن قول الدور ومن راجي صهيون ومن بعض الإخوة الذين لا أحب ذكر اسمهم ينكم بحبوش الآن أن يعرف أنهم كانوا ذو لهم تاريخ نضالي استمرنا على أساس أكيد بقوا تجار آسر تجار وأثرياء استمرنا في في عمل التنظيم جبهة التحرير الفلسطينية وفي 63 صدر أول عدد لنا من طريق العودة كجهاز إعلامي لهذا التنظيم في هذه الفترة كانت فتح قد بدأ الحديث عنها كذلك وبدأنا طبعا من الطبيعي أن نتعرف على بعضنا البعض كطلائع فلسطينية ونحاول نرى إمكانية الاندماج مع بعضنا البعض لأنه لم يكن هناك ما يدعو لأن يكون هناك أكثر من جبهة وأكثر من تنظيم ففي هذا السياق تمت أول لقاء تم مع الأخ أبو جهاد الحقيقة عن طريق صديق مشترك والفنان الفلسطيني إسماعيل شموت الذي عاش قسم كبير من عمره في قطاع غزة وتعرف على الإخوان هناك صلاح خلاف وأبو جهاد وأبو جهاد كان لقائي معه الأكثر إيجابية أي أهم ما دار فيه أهم ما دار فيه أنه أبو جهاد تأكد لي من هذا اللقاء أحسست أن الرجل وطني مقطع غير مؤدلج كما كان قد يبدو لأنه كان يصدر لهم مجلة اسمها فلسطينون هنا دي بدأت تصدر أظن في 58 وكانت وكانت هي أديم يعني هي امتياز لجمعية إسلامية اسم جمعية عباد الرحمن هنا فاستعاروها بحكم الخلفية الإسلامية لموظم إخوتنا في حركة فتح تحديداً إخوان مسلمين تحديداً إخوان مسلمين فحولوها إلى وسيلة إعلام معنية بقضية فلسطين وكانت للأسف تمتاز بصفتين برأي سلبيتين معادات الاتحاد السوفيتي والشيوعية ومعادات الفكر القومي العربي وهذا كان ما يخيف تنظيمي الذي أنتم إليه من فتح وكنا نتعامل على حذر أبو جهاد وطني يريد تحرير فلسطين كيف؟ مش فارق معه حتى لما أثرنا موضوع فلسطيننا أو ما تكتبه من مقالات والتجاهات الإيجولوجية قال لي أنه هذا لا يعنيني أنا أنا ما يعنيني في النهاية هو تحرير فلسطين أي إنسان عاوز يحمل بندقية أو يسعى بما له من جود في تحرير فلسطين أنا ما عندي خلاف معه وهذه الحقيقة الظاهرة أنه فتح كلها لم تأتي بنظرية جديدة يعني لم تدخل الساحة بأيديولوجية جديدة لذلك حتى هذه اللحظة تجد أنه قادة فتح كما قواعدها فيها ساح مسافات من الآراء المتباينة بين أقصى يمين وأقصى يسار هل دعوك للانتماء لفتح أو الدخول معهم في ذلك الوقت؟ لا أنا يعني كنت في مرحلة أدعو غير الانتماء لتنظيمي يعني بتوضع ولكن لنقول أننا كنا نحاول أن ندمج تنظيمين مع بعضنا البعض هل في خطوات تتخذتموها لعملية الدمج؟ هنا مر علي أبو عمار ياسر عرفات في الواحد وستين وكان في طريقه إلى الجزائر ولا شك أنه أثار يعني اهتمامي ولفت نظري أن هذا رجل مهم إيه اللي لفت نظرك فيه؟ قصوا أنك شفت قبلي أبو جهات لقيت أكثر حركة أكثر حركة ومن حديثي معه من رحلاته اللي حدثني عنها كان تعليق الفور أن هذا الرجل يتحرك يفكره بقدميه يعني إن لم يتحرك ما عنده شيء إلى اليوم إلى اليوم وهلأ بس الفترة الأخيرة حبسين الإسرائيليين العنهم الله فأبو عمار سياس إتاهي ما لش قولي وضح لي شوية يعني أن يفكر بقدميه يعني رجل حركة يعني يريد أن يكون في الصحيفة تانيون بأي شكل من الأشكال إن لم يفعل شيئا يعتقد أنه ماد أنه انتهى وأيا يكون الخبر مهما يكون يجب أن يكون في الصحيفة في الإزاعة ثاني يوم يعني رجل يتقن العمل السياسي الاحترافي لكن هذه تتعارض يعني مع العمل التنظيمي إلى حد ما أبو عمار سيبقى ظاهرة يختلف الناس من حولها لا أنا أكلمك الآن يعني العمل التنظيمي دايما بيحتاج خطوات محسوبة بس يا أخ أحمد يعني أكاد أقول أنه جاسر عرفات حتى يمكن ربما لحظة رأينا أخوى رئيس تنظيم موجود في الساحة الفلسطينية رغم كل هل ربما لأنه استطاع أن يوجد من ورائه شخصيتين تنظيميتين كبيرتين زي أبو جهاد وأبو إياد هم قاموا بعمل ترتيبات التنظيم بالكامل وهو أخذ الوجهة التي تتحدث عنها أبو عمار خذ كل شيء لم يكن هناك شيء يعني ينفرد به أبو جهاد أو ينفرد به أبو إياد إزاي يوضح لنا حتى من البداية من هذه اللحظة أبو عمار كان واعيا على دوره أبو عمار كان يعرف أنه الرجل الأول ويجب أن يكون الرجل الأول وسيفعل كل ما بوسعه ليكون الرجل الأول الإخوة في قيادة فتح يقولون أنه كان واحد من أوائل ولكن ليس الأول يعني رحم الله خالد الحسن مات وهو يعتقد أنه أولى بزعامة فتح من ياسر عرفات ولكن لم يكن بينهم من عمل من أجل الوصول إلى الموقع القيادة الأول كما سعى وجاهد ونضل ياسر عرفات وعلى عدة جبهات إيه المقاومات التي جعلته يتأهل دون عن الآخرين من البداية في هذا الموقع أولا كما قلت حركته الدقوبة دبلوماسية التي لا تقول لا لأحد وليس بالضروري يعني ذلك التزام منه بموقع بشيء لكن حتى هذه اللحظات يعني أنا اختلفت مع أبو عمار خلاف شديد بعد أوسلو لم يصدر منه حتى هذه اللحظة ما يسئ لي على الإطلاق ورغم أنه صدر عني أنا سياسيا طبعا لم أمسه شخصيا ولا لم أمسه شخصيا هجومات عني في يوم الأيام من بعد 1993 يمكن كنت أكتر صوت معارض بين المستقلين في الساحة الولاستينية لكن أبو عمار كان حريصا دائما على حسن استبرار حسن العلاقات وعندما يحاول البعض أن يلعب بينه وبينه كان يقولهم الله يكون يبعونه وتركه وكان حتى يؤمن البعض أنه معارضتي يمكن من الصحيحة كان يؤمن البعض أنه سيبه ده في الساحة اللبنانية وأوضاعه وجود السوري الضاغط فالله يكون يبعونه هو رجل يعرف أن يتعامل مع الرجال ويعطي لكل وده كان انطباعك من لقائك الأول بسنة 61 يعني صعب أن يقول أنه هذا الانطباع كله تشكل من الفترة من العلاقة المستمرة طوال أكثر من 40 سنة طوال الفترة واشتد وذلك مع ذلك أنا حذيرا يعني أبو عمار يعرف أنه تنظيمنا حلنا سنة 68 وكل قواعدنا دخلت أجهزة المنظمة المختلفة ومنهم من دخلوا في تنظيم فتحصنا وبقيوا على علاقات إيجابية معنا كان أبو عمار مع ذلك حذرا معي أنا الصديق الذي كان يدخل بيته ليلة نهار كان عند الحسابات يقول شافي إذا كان مسؤول تنظيم وقد يكون له طموحاته مع أن أقسمت له بالله عند المرات أن لا طموحة لدي إلا العمل للقضية المنظمة طموحاته أنك ممكن تكون بتنفسه كمان على موضوعه أنا فعلا قد لا يصدق الناس كل إنسان طموح في هذه الدنيا ولكن أنا كنت شبعان أمجاد إذا صح التعبير إذا كان عصة الإسم أن يصبح عالما فكنت أنا في الميدان الصحفي مهروف في الوطن العربي يعني أكاد أقول وبطوضو يعني أنا اسمي في فترة من فترات أعطى قضية فلسطين أكثر من قضية فلسطين أشارته في فترة من فترات بينما في آخرين جاءوا من المجهول بما فيهم يسر عرفات نفسه يعني مجهول إلى حد على المستوى الإعلامي القومي والعالمي محمد جسد صلاح خلاف خليل وزير كل هؤلاء لسيما أنهم لم يكونوا قبل هذه الحركات محسوبين على التيار القومي اللي كان معروف إعلاميا إلى حد ما رموزه يعني في الساحة الفلسطينية طب أنت زي كنت عفوا كان هناك العديد من فلسطيني معروفين أبل يا سنعرفين مثل جورج حبش صح مثل عبد الكريم حمان مثل أحمد اليماني صلاح صلاح ما احترامي لأسماء أخرى يمكن أنت زي كنت بتعتبر نفسك قومي عروبي وفي نفس الوقت أسست تنظيم يختلف عن حركة القومين العرب اللي هي كانت بتعتبر الامتداد القوم العروبي الحقيقي مش في فلسطين بس وإنما في العالم العربي كل هو الحقيقة عندما بدأت نشاطي السياسي بشيء من النضوج الفكري يعني كنت أصبحت خرجت من المرحلة الطالبية يعني ومرحلة الاستطلاع إلى مرحلة المنوارسة لحد ما كان ذلك في أواقل الخمسينات وقلت لك أنه في الفترة هذه عندما قامت ثورة عبد الناصر أصبحت أقرب إلى الفكر القومي وكان رأي فيه كما كتبته حينئذ أنه أصبحت عربيا عندما أنسن في رأيي عبد الناصر الفكر القومي السابق بمعنى أدخل البعد الاجتماعي كما تذكر في اللي أنت ما كنتش بتجده قبل كده آه اللي هو نوع من العدل الاجتماعي بين الطبقات زالت الفوارق الطبقية في هذه الفترة إخوتنا القوميين نفسهم كذلك كانوا هم يعني في حيرة في أمرهم مع عبد الناصر يعني كانوا معه ومش معه إزاي؟ إزاي؟ ومين تحديدا؟ مثلا هن الهندي جرج حبش ودي حداد؟ كانوا يختلفون يا أخ أحمد لم يكنوا يعني لم يكنوا يمثلوا طيار واحد أو اتجاه واحد يعني كانوا هم يمثلوا قيادة واحدة ما في شكل ولكن كان هناك بينهم يعني تباينات مما انعكس زي ما هو موجود في كل مكان؟ مما انعكس لا في النهاية انعكس إلى يسار ويمين ثم أصبحت كل يسار مثلا هم كانوا من أنصار ما تفضلت أنت به إنه وينك يا عبد الناصر الآن الآن وليس غدا نعم ادخل المعركة يعني وأذكر مثلا مقالات لأحد الإخوان وكان من أصدقاء عبد الناصر بين القوم من العرب عبد المحسن إبراهيم إبراهيم محسن إبراهيم محسن إبراهيم وكان صديقا مقربا من عبد الناصر له مقالات في السفير في المحرر في ذلك الحين إنه الآن لازم تدخل المعركة لأنه إسرائيل عم بتحضركم بالزرية إسرائيل كذا إسرائيل كذا يعني كانوا من أنصار التياء كانوا يميلون من المواجهة أهل الشام بر الشام شرقي القنال أو كنتوا بتسموهم جابهة الطوريط الطوريط نظرية أكاد أقول هي نظرية فتح ولي المرحوم خلد الحسن كتيب في هذا المرحوم اسمه نظرية الطوريط وكان يقول إنه الشعب الفلسطيني دوره دور الصاعق في كتلة الديناميد هي القوة العربية فعلينا أن نفجر هذه الكتلة من الديناميد يعني كأنه ناقص الدول العربية فقط إعلان الحرب وتنتهي قضية الصراع بانتصار العرب إيه رأيك النظرية دي نظرية ممتازة جدا باجتهادك أنت ربما بشي مش اجتهادي أنا كواقع الآن لا أعلى الشعب الفلسطيني لم يستطع أن ينال أي شيء إلا ما بتحرك هو بالانتفاضة لم ينال شيء إزاي لم ينال الشعب الفلسطيني الآن شوف الانتفاضة وما حققته ضد الإسرائيليين حققت الكثير يكفي أن دولة إسرائيل أصبحت دولة مزعزعة أمنيا طبعا نجيب لك سيناريو تاني مضاد تصور لو بقيت الوحدة بين سوريا ومصر مجيش تبقى لأسباب كثيرة جدا منها أنها لم تقم على أسس لتبقى ضد الفكرة حر لا أنا مش ضد الآن الرأي الآخر معك بن جورين يا أحمد بن جورين نفسه سماها الكماشة وقال لابد لنا النفسه ما هذه الوحدة إسرائيل أصبحت في خطر بين كفي فكي كماشة الجيش السوري في الشمال والجيش المصري في الجنوب عمل جيش المصري السوري سنة 67 هذه حرب الست أيام أنا في رأيي هي حرب الست سنوات اللي هي تفصل الانفصال عن حرب الست سبع وستين يا أستاذ شفيق كل شيء في هذه الحياة نعم إذا وضع وفق أسس سوية وسليمة ومورسة أيضا بأساليب سوية وسليمة يضمن الاستمرارية والبقاء حتى لو أي شيء في أي حد في الكون عمله لأن دي سنة الكون لكن ابتداء من أن عبد الناصر قال أنه أجبر على الوحدة إلى أسلوب ممارسة الوحدة والخطوات التي تمت والصراع بين السوريين والمصريين وعدم استفادة عبد الناصر فعلا من إمكانات سوريا وقوة سوريا وأنه كان يستغلها بشكل صحيح ما كانش ممكن تستمر لكن لو قامت على أسل سوية أنا معك كانت كل الدول العربية كانت دخلت فيها بعد كده وكان ممكن إسرائيل دي فعلا كانت ممكن بشكل ما زابت في وسط هذا لكن من الأساس لم تقم على أسل سوية نحن أحمد أنا من مواليد الثلاثينات عشت وتربيت على أناشيد عربية من تطوان إلى بغداد كل أناشيدي التي أعلنتها كل دراساتي كل التعبئة التي عبتت بها وطنيا ومنزليا وأبناء جيلي كانت عربية نحن في فلسطين كنا لحد ثلاثينات ثورة الستة وثلاثين فيها بعض الصور عندي في الأنزل ترفع يافطات فلسطين كان اسمها سوريا الجنوبية فنحن من نسبة لنا الوحدة أمر كان طبيعي لبنان كان أحيانا بيروت تلحق بفلسطين على مدار التاريخ يا أستاذ شفيق دمشق هي البعد الاستراتيجي للقاهرة على رأسي لذلك وهذه الأهمية الكبرى وهي درس التاريخ عندما كانت التقيق سوريا ومصر كان ينحسر العدوان في فلسطين في العهد الصليمي ومرتي عندما تتفق دمشق مع القاهرة على أسس سوية على رأسي أنا ببحث المبدأ دلوقتي فلذلك محدش يختلف عليك لذلك لذلك وكان بالنسبة لنا وأقولها الآن بصراحة أن قبول عبد الناصر هو كما قال يعني أجبر على الوحدة من السوريون فرضوا الوحدة الموقف السوري هو الذي فرضها الوحدة وعبد الناصر كان متردد إلى آخر لحظة وكانت خلاص عملت الوحدة ابنها صح على رأسي هذا موضوع يتعلق حط عبد الحاكم عمر والقصص والروايات والحاجات الكثيرة التي لا مجال هذا جوابي عليها أخي أحمد وعندما صار انفصال رغم أنا موقفي الوحدوي أشرت إلى السلبيات العملية الوحدوية لكن قلت أخطاء الوحدة لا تبحث على موائد الانفصال يعني كان علينا أن نبحث الخلل في الأسس الوحدوية بدون أن نفصل الإقليمياً عن بعضهم البعض هذا اجتهادي كعروبي في ذلك الحين إيه اللي صار بينك وبين يسر عرفات حتى أعود إلى موضوع الرئيسي؟ أبداً توعدنا على لقاء آخر لم يتم ثم التقيت بأبو إياد كنت على موعد مع أبو إياد لم يتم هذا عم بحكة عن الأيام الأولى نعم ولكن فيما بعد يعني صار التواصل أمر فيما بعد إمتى مثلا؟ يعني عبر السنوات التي تلت الواحد والستين إلى إلى اليوم الله أرحم من مات ومشاريع الفكر توحيد العمل الفدائي الفلسطيني والمنصبات قائم فكانت الاتصالات مستمرة وتحولت فيما بعد إلى صداقات بسمالات يعني عمل يومي في أغسطس 1963 توفي أحمد حلمي عبد الباقي رئيس حكومة عموم فلسطيني الذي تولي هذا المنصب في أعقاب حرب العام 48 وظل يداون في مكتبه في الجمعة العربية إلى يوم وفاته دون أن يدعي إلى أي اجتماع أو أن يهتم أحد بخضيته في سبتمبر 1963 أحمد الشقيري مثل فلسطين في اجتماع وزراء خارجية الجمعة العربية وفرض الشقيري نفسه كبديل الآن هل متى عرفت أحمد الشقيري؟ أحمد الشقيري أعرف عنه من أيام فلسطين هو كان عضوا في حزب الاستقلال أو قريبا من أحد الحزاب الوطنية الفلسطينية اسمه حزب الاستقلال وكان محاميا معروفا من سوء حظه أنه كان ابن الشيخ أسعد الشقيري الذي كان مفتي الجيش الرابع التركي في عهد جمال باشا يعني كان حرام أحمد الشقيري منسوب على أبيه طبعا المحسوب على الأتراك في ذلك الحين وجمال باشا تعرف موقفه من الحركة النهضوية في بداية القرن الماضي وهذا كان يعني مزعجه في قضية الصراع مش الصراع يعني التنافس القيادي في فلسطين بين أسعد الشقيري والد أحمد الشقيري وبين الحجمين الحسيني على كل حال كان محاميا بارعا كان كثيرا ما ساهم قبل النكبة في مرافعات عن قضايا الدفاع عن الأرض الفلسطينية ومحاولة تهريبها بشتى الوسائل بالاحتيال والضرائب إلى المالك اليهودي ثم بعد 1948 انتسب إلى السلك الدبلوماسي السعودي وكانت آخر مواقعه في هذا السلك الرجل الثاني شكلا الأول فعلا كممثل للعربية السعودية في الأمم المتحدة وقد كان له باع طويل في الدفاع عن معظم القضايا العربية التي مرت على الأمم المتحدة في تلك الفترة وحتى يوم استدعائه لتمثيل فلسطين في الجامعة العربية يعني كان عنده خبرة دبلوماسية عالية ما فيش خبرة قانونية وخطيبا مفوها نعم خطيبا مفوها وكانت في هذه الفترة مهمة أن يكون الزعيم خطيبا هذا شيء مهم لأنه هكذا محتكى رز ما يجمع الناس آه لأنه إحنا لا نؤمل بالتنظيم عبد النصر كان بيمشي الناس من المغرب إلى هذا صحيح هذا صحيح عن طريق خطبنا العلاقة المباشرة بين الزعيم والأمة كان أحمد الشقير خطيبا مفوها وأعتقد أنه ببلاغته وبيانه وقدرته الإخطابية استطاع أن ينتصر على جميع التنظيمات الفلسطينية في بداية الستينات عندما كلف بتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية التي كان يعرضها معظم الموجودون في الساحة الفلسطينية واضح أن عملية الانفصال بالمصر والسورية أدت إلى قيام كثير من التنظيمات الفلسطينية في ذلك الوقت من 61 إلى 64 وهو نشأة أو تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية أي أهم التنظيمات التي كانت موجودة على الساحة أنا داك كان موجود الخومين العرب فاتح جوة التحرير الفلسطينية وبعض الحركات التي كان يقودها ضباط فلسطينيين كانوا في الجيش العربي السوري من أمثال الأخ أحمد جبريل وكان هناك منظمات صغيرة في واقع الأمر لم تكون دات أمية وكان هناك شخصيات وطنية فلسطينية مستقلة مهمة تيل وليد الخالدي برهان الدجاني محسن قطان الشيخ عبد الحميد السائح كان هناك عدد من الشخصيات الوطنية المثقفة التي كان لها من الكتابات والمنشورات ما له أثر كبير في الساحة الوطنية الفلسطينية ثم كان هناك قبل خيام منظمة التحرير ثلاث جيوش فلسطينية في مصر تحت القيادة المصرية طبعا في العراق أيام عبد الكريم قاسم أنشأ قوات اسمها قوات القادسية وفي سوريا كان كذلك يوجد الجيش قوات تسمى قوات حطين في سوريا قوات حطين قوات القادسية في العراق قوات عينجلوت كانت في مصر وكانت تتبع هذه الأنظمة العربية كانوا يدربون الشباب في سوريا كان الوضع غير كان يخدموا في الجيش العربي السوري كأي جند سوري في مصر كان الجيش الفلسطيني تقريبا معظم وفي خطاع غزة يدرب في سيناء وفي مصر لكن تواجدوا كان بالدرجة الأولى في خطاع غزة وبغداد كانوا في بغداد وبغداد كانت حديثة على التجنيد والتدريب بدأت في عهد عبد الكريم قاسم في يناير 1964 عقد مؤتمر القمة العربي الأول الأول في ديسمبر 1963 الثاني في ديسمبر 1963 كان ديسمبر الأول الذي دعا فيه جمال عبد الناصر لا هذا كان اجتماع توحيد لدفاع عن عدم تحويل النهر نهر الأوردن هذا كان في 1963 ديسمبر 1963 في 63 كان في سبتمبر 63 كان اجتماع مجلس الوزراء ده اللي كان فيه هذا الموضوع وليدعي فيه الشقيري وحضر فيه الشقيري لكن في يناير كان الأول وفي سبتمبر 64 كان مؤتمر القمة نعم وأنت تعرف أنه كان يعني فلسطين حرام لا تملك حق يعني ولا تملك أصلا الوسائل لتعيين مندوبة في الجمال العربي كما أشرت بعد أحمد حلمي باشا تولت الجامعة العربية هي تعيين من تراه مناسبا ليملأ كرسي فلسطين ولم تكن فلسطين كاملة العضوية من كان وراء تعيين الشقيري من كان وراء تعيين جمال عبد الناصر بناء على اقتراح من المرحوم محمود رياض اللي هو كان وزير خارجي بعد كده كان عامين عامل الجامعة العربية بعدين أصبح عامين عامل الجامعة العربية نعم فاقترح الشقيري خصوصا أن الجول العربية بدأت تتحسس أن هناك تململ فلسطيني وتحرك فلسطيني فكان من الطبيعي أن تتنبه الأنظم العربية إلى ضرورة هذا الأمر وهميته ومحاولة استيعابه كما ظن البعض طبعا كان في ذلك الوقت مع وجود هذه الحركات والتنظيمات كان في مجلات كان في كتابات بدأ الفلسطينيين يلملموا نفسهم إلى عد ما بما يفرض على الدول العربية أن تحاول استيعاب هذا الأمر وإلا فلت من بين أيديها وكانت القمة الأولى من أجل تحويل نهر الأردن كما أشرت لكنها تضمنت أيضا إحائلة الشقيري بتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ولدت المنظمة وأسست في 28 مايو 1964 في مدينة القدس وكان هذا مؤتمرها التأسيسي الذي كنت أحد المشاركين فيه وأحد مؤسسي منظمة التحرير وينت بعدها منذوبا للمنظمة في دولة في الحلقة القادمة أبدأ معك من تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1964 الأدوار التي قامت بها اختيار الشقيري كأول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية حيث بقي في هذا المنصب إلى العام 1968 هزيمة 67 ما حدث بعد ذلك لقود الفلسطيني في لبنان من بين 67 إلى 1970 أشكرك شكرا جزيلا كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسنة متابعتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله مواصلوا للسماع إلى شهادة الأستاذ شفيق الحود أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية وممثلها في لبنان في الختم أنقلوا لكم تحيات فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة